بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي درسي مقرر جبرى المصفوفات ومع الجزء الثالث عشر من الدرس الثالث فيه بعد التمارين على إيجاد أثر المصفوفة trace of a matrix وأذكركم بأن حساب trace of a matrix لا بد أن تكون المصفوفة مربعة فإن كانت مستطيلة فلا يمكن حساب أثرها في البداية التمارين الأول المطلوب حساب trace المصفوفة d المصفوفة d كما نرى هي مصفوفة مربعة ثلاثة في ثلاثة إذن فإيجاد trace d هو عبارة عن جمع عناصر قطرها الرئيسي 1 زائد 0 زائد 4 يساوي 5 الآن مع trace المصفوفة a المصفوفة a كما ترون هي مصفوفة مستطيلة أبعادها ثلاثة في اثنين إذن لا يمكن حساب trace المصفوفة a لماذا؟ لأنها مستطيلة لا يمكن حساب trace the a لماذا؟ لأن المصفوفة a مستطيلة التمارين الأخير trace d ناقص ثلاثة a في البداية لابد أن أطمئن لأن ناتج d ناقص ثلاثة a هو مصفوفة مربعة فالمصفة d مربعة و a كذلك مربعة إذن d ناقص ثلاثة a تكون أيضا مصفوفة مربعة d ناقص ثلاثة a نحسبها في البداية يهمنا فقط أن نحسب عناصر القطرة الرئيسي لأنها هي التي سوف نجمعها في النهاية ونهم الباقي العناصر واحد سفر أربعة ستة في ثلاثة تمنتعشر ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة نساوي واحد ناقص تمنتعشر سالب سبعتعشر صفر ناقص ثلاثة سالب ثلاثة أربعة ناقص تسعة سالب خمسة ويكون تريس d ناقص ثلاثة a يساوي سالب سبعتعشر سالب ثلاثة سالب خمسة يساوي سالب خمسة وعشرين سالب خمسة